إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبِشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نُزُلًا من غفور الرحيم هذه الآيات العظيمة معاشر المؤمنين فيها بشارات من الله تعالى لأهل الإيمان والاستقامة أن الواحد منهم عند مفارقة الدنيا تتنزل عليه الملائكة فتبشره بثلاث بشارات في تلك اللحظات العصيبة وفي ذلك الموقف الذي يخاف منه كل عاقل والذي يستعد له كل مؤمن وفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته فمن وفق لطاعة الله فإنه يستعد لذلك الموقف الذي لطال ما استعد له السلف الصالح بل كانوا يتصدقون كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان رحمه الله تعالى ورضي عن جده أنه اشترى بيتاً من الرقيق ثم أمر بهم فأدهنوا زينهم ثم قال لهم أنتم عتقاء أستعين بكم على سكرات الموت أي أعتقهم ويرجوا بإعتاقهم أن يرحمه الله في سكرات الموت قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فلما انتهى أجله صل الفجر في جماعة ثم أخذ يذكر الله تعالى إلى أن طلعت الشمس ثم قام يصلي ركعتين لله فسجد فقبضت روحه وهو ساجد وبكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضي الذي مات فيه قيل ما يبكيك يا أبا هريرة قال أما إني ما أبكي على دنياكم هذه ولكن لبعد سفري وقلة زادي وأني أصبحت في صعود مهبط إما إلى جنة أو نار ولا أدري أيهما يوخذ به وبكى معاوية رضي الله عنه في آخر عمره ثم قال أقعدوني فأقعد فأخذ يذكر الله تعالى ويبكي ويقول يا معاوية تذكر ربك عند الكبر أما كان ذلك وغض الشباب نظر ريان ثم قال اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي وهذا من تواضعه رضي الله عنه فالعبد يستعد لذلك الموقف وكلنا إلا من رحم الله في غفلة ما منا من أحد يخرج من بيته ويظن أنه لا يعود إليه ما منا من أحد يصبح ويظن أنه لا يمسي ما منا من أحد يسافر ويظن أنه لا يعود إلى أهله بخلاف السلف جلس ثلاثة منهم فأخذوا يتذاكرون الموت فقيل لأحدهم ما بلغ بك من طول الأمل قال والله ما رفعت لقمة إلى في إلا وظننت أني لا أطعمها فقالوا إنه لأمل فقيل للآخر وأنت ما بلغ بك من طول الأمل قال والله ما تردد مني نفس إلا وظننت أني لا أتبعه الآخر فقالوا إنه لأمل قيل للثالث وهو ميمون بن مهران رحمه الله تعالى وأنت يا ميمون ما بلغ بك من طول الأمل قال وما أمل وما أمل من روحه بيد غيره أي أن روحه بيد الله سبحانه وتعالى فلا يأمن أن يموت في أي لحظة من عمره لذلك كانوا يجتهدون بالليل فيقومون بين يدي الله يصلون ويدعون ويستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وكانوا يجتهدون بالنهار فتجد الواحد منهم يعمل بطاعة الله يهض بصره عن الحرام يحفظ لسانه عما يغضب الله تعالى لا يجلس في المجالس التي لا خير فيها لا يضيع ماله إلا فيما يجلب له الخير عاجلا أو آجلا وهكذا يحافظون على الصلوات يتعلمون العلم النافع يتلون كتاب الله يصلون الأرحم يبرون الوالدين وهكذا يجتهدون في طاعة الله سبحانه وتعالى العبد معاشر المؤمنين عند الموت تمر به ثلاث دواهي الداهية الأولى أنه يرى الملائكة ولأول مرة في حياته يرى ملكا أمامه عظيم الخلق ومعه من ملائكة الرحمة أو من ملائكة العذاب ما شاء الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق فيرى تلك الملائكة مقبلة عليه ويرى ملك الموت وقف عند رأسه وينادي روحه كما في حديث البراء رضي الله عنه في مسند العمام أحمد وفي سنن الترمذ وذكره الألبان في أحكام جنائي إن كانت نفسه طيبة إن كان من أهل الإيمان والتقوى يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان فتخرج روحه كالماء من فيه السقاء فما تدعها ملائكة الرحمة في يد ملك الموت طرفة عين حتى تأخذها فتغمسها في حنوط من حنوط الجنة فيخرج منه كأطي بريح وجد على ظهر الأرض ثم يعرج بها إلى السماء إلى آخر الحديث وأما إن كان من أهل المعاصي ومن أهل الكفر والشر يا أيتها النفس الخبيثة يرى ملائكة العذاب يتمنى الرجوع إلى الدنيا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائل وهو من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وتضربه الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أسأل الله بأسماء الحسن وصبات العلا أن يرحمنا في الدنيا وفي ذلك الموقف ويوم نلقاه إنه ولي ذلك والقادر علي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرا وبعد الداهية الثانية معاشر المؤمنين من دواهي الموت شدة النزع هذا الموت له ألم نحن نرى الميت وهو يفارق الدنيا لكن لا نشعر بما يشعر به من الآلام قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي تفر وتهر ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال ابن رجبل الحمبل رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال والآلام والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها آلام الدنيا ولذلك في صيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الموت كان يضع يده في ركوة ماء ويمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكراتك اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم ولذلك العبد يستعد والسكرات معاشر المؤمنين جمع سكرة وهي ذهاب العقل في الموت يتكلم العبد بما كان يعيش عليه بالدنيا إن كان من الموحدين من المستقيمين وهذه هي البشارة الثالثة أو الداهية الثالثة أن العبد يبشر في الموت إما بالخير أو بالشر الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة وفي المقابل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الذي يريد حسن الخاتمة والذي يريد أن يكون من الفائزين ومن المكرمين ومن الناجين يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى عليه بالإيمان والاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ربهم الله لا رب لهم سواه قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهر الذي يأيش في الدنيا موحداً إذا جاءت المصائب والكربات والشدائب يلجأ إلى الله لا يلجأ إلى البشر أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء لا يلجأ إلى الأموات لا يلجأ إلى الذين فارقوا الدنيا لا يلجأ إلى القباب لا إلى الأضرح أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون يلجأ إلى ربه ومولاه وإلى سيده أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال لا يعلم الغيب سواء لا يذهب العبد إلى الدجالين والعرافين والذين يدعون علم الغيب وأنهم يرون ما لا يرى البشر وأنهم يطلعون على الغائبات والمغيبات عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب من نهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله خلق الله لك معقبات ملائكة من بين يديك ومن خلفك يحفظك الله بها من شرور الجن ومما لا ترى فلا تحتاج إلى تعليق التمائم والحجبات والكمون والودع وغير هذه الأمور لا تعلق شيئا تعلق بالله حتى القرآن القرآن يحفظه الله لا يعلق للحفظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وإذا جاء البرق وإذا جاء البرق فرح أهل الزرع وطمعوا في رحمة الله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله بعد هذه الأمور يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه الذين يلجأون إلى غير الله يدعونهم في الشتائل والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء قال علي رضي الله عنه هذا مثل ضربه الله تعالى كالذي يقف عند البئر وينادي الماء فهل يأتيه الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليأولغفاه وما هو ببالغه الذي يدعو غير الله كالذي يقف عند بئر وينادي الماء والماء لا يصل إلى فيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أن يكون العبد معاشر المؤمنين محسنا للظن بربه مهما أذنب ومهما عصى ينجوا إلى الله والذين إذا فعلوا فاحشة أنه ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون من أراد حاجة من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة فليقم بين يدي الله في الليالي وفي الدياج وليسأل ربه لا يسأل مخلوقاً كما قال ابن النحوي رحمه الله تعالى طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموماً أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلاً إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبح رجودك يروي كل من يرده أسهل الله بأسماء الحسنى صبات العلا أن يردنا إليه رداً جميلاً وأن يرينا الحق حقاً ورزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه اللهم أبرم لأمر هذه الأمة أمر الرجد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أبقيتنا واجعل أولوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك يا رحم الراحمين صلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله